اشتركوا في القناة صدق الله العظيم تم استخدام الزنجبيل منذ زمن طويل في الطاه وفي الطب البديل لإحتوائه على منافع طبية كثيرة حيث استخدمت جذور الزنجبيل في تسهيل عملية الهضم وعلاج الإسهال والغثيان وألام المعدة ومن أهم فواد الزنجبيل معالجة القيء والغثيان الناتج عن العمليات الجراحية وقد أثبتت الدراسات أن استعمال غراما واحدا من الزنجبيل قبل ساعة من العملية الجراحية يساهم بشكل كبير في التخفيف من الغثيان بما يعادل ما نسبته 38% التقليل من غثيان الصباح عند الحوامل ويجب عدم تناوله من قبل الحوامل إلا تحت إشراف طبيب مختص ولم يثرت طبيا معالجة الزنجبيل لغثيان الصباح لدى غير الحوامل أو لمن يعانون من دوار البحر التخفيف من ألام الدورة الشهرية حيث بيّن الباحثون أن تناول 250 جرام من الزنجبيل أربعة مرات يوميا لمدة ثلاثة أيام وذلك خلال فترة الدورة الشهرية يوازي مفعول مسكنات الآلام الطبية مثل الأيبروفين والمفيامينيك أسيد في عمالية التقليل من آلام المرتبطة بها التخفيف من آلام المفاصل حيث أثبتت أن تناول 250 جرام من الزنجبيل أربعة مرات يوميا يعمل على التخفيف من آلام مفصل الرقبة بعد ثلاثة أشهر من العلاج وفي دراسة أخرى تمت المقارنة بين الزنجبيل ونوع آخر يسمى بالخلانجان وهي إحدى فصال الزنجبيليات وثبت أنهما يخففان من آلام المفاصل الناتج من الوقوف أو آلام المفاصل بعد المش التخفيف من أعراض البرد والسعال حيث يعمل الزنجبيل على زيادة اتساع الشعب الهوائية والتخفيف من حدة بعض أعراض الحساسية تنظيم مستوى السكر حيث أن تناول قوب من مشروب الزنجبيل يوميا يعمل على تنظيم وخفض مستوى السكر في الدم ويساعد أيضا على زيادة فاعلية الأدوية المستخدمة في علاج هذا المرض معالجة الأرق حيث أن شرب قوب من الحليب الدافئ والمضاف إليها الزنجبيل المطحول يساعد على التقليل من هذه الظاهرة والنوم بانتظام الزنجبيل يعتبر الزنجبيل نباتا استوائيا ويتميز بأزهوره الخضراء الإرجوانية وسيقه العطرية الممتدة تحت الأرض ويستخدم بشكل أساسي في الطاهي والمعالجة واسمه الشيع هو الزنجبيل أما اسمه اللاتيني فهو زنجبيل أي نبات الزنجبيل ويحتوي الزنجبيل على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسادة القوية والكثير من المعادن والزيوت المهمة مثل الجنجيرول والزنجيرون وغيرها وتعمل هذه الزيوت بشكل أساسي على تحسين حركة الأمعاء وتعمل كمضادات للالتهابات وقافض للحرارة ومسكن للآلام وتعمل على التقليل من حدة غثيان الصباح لدى النساء الحوامل حيث تؤثر بشكل رئيسي على الجهاز العصابي تاريخ الزنجبيل الزنجبيل هو نبات يكثر وجوده في جامايكا الفلبين جنوب شرق آسيا وغيرها من المناطق الاستوائية وقد تم استخدام الزنجبيل قديما في الطب الصيني بشكل أساسي واستخدم الزنجبيل بكثرة لأكثر من 2500 سنة كعلاج يدرج مع قائمة العشاب الطبيعية الصينية بالإضافة إلى أنه عرف كأحد التوابل في الأغذية وقدواء مهم جدا لعلاج الكثير من الأمراض ويعتبر الزنجبيل واحدا من التوابل الطبيعية وهو معروف في جميع أنحاء العالم لرائحته النفاذة وطعمه اللاذع قدس التاريخ القديم استخدام الزنجبيل حيث كان للزنجبيل قيمة تاريخية وطبية عظيمة كشراب مؤثر على الجهاز الهضمي ونظرت الأنظمة القديمة مثل الهندية والصينية للزنجبيل على أنه هدية الشفاء من الله كما ادعى مستخدموه من معالج الطب الصيني القديم أن استخدام الزنجبيل الطوزج على المدى الطويل يرفع من روحانية الشخص المعالج كما بقى الزنجبيل وحده أو مع غيره من الأعشاب العشبة المفضلة لاستخدامها في 50% من العلاجات العشبية التقليدية الآثار الجانبية للزنجبيل لا يوجد للزنجبيل آثار جانبية عند أخذه بجرعات صغيرة ولكن قد يكون له مجموعة من الآثار الجانبية عند استعماله بشكل غير صحيح حيث يعمل على تولد الغازات المعاوية والنفخة والغثيان وترتبط هذه الآثار الجانبية مع الزنجبيل المجفف أو مسحوق الزنجبيل على الأغلب ولدى استعمال الزنجبيل كمعالجة تكميلية أو بديلة يجب استشارة الطبيب المختص وإعطائه فكرة كاملة عن مقدار الجرعات وطريقة الاستخدام التي يتبعها المريض محاذير استخدام الزنجبيل لا يجب أخذ الزنجبيل الزنجبيل إذا كان الشخص يعاني من أي من الأمراض التالية أمراض الدم فإذا عان الشخص من أحد أمراض الدم مثل سرطان الدم أو الثلاسيمية أو الهيموفيليا أو فكرة الدم فإن تناول الزنجبيل قد يرفع من خطر حدوث نزيف لديه ويمنع أخذ الزنجبيل في حال كان الشخص خاضعا للأدوية التي تمنع تجلط الدم مثل اسبيرين كلوبيدوجريل ديكلوفيناك أي بوروفين وارفرين نابروكسين وغيرها من الأدوية مرض السكر حيث يفضل عدم تناول المصابين بالسكر للزنجبيل فهو يعمل على خفض مستوى السكر في الدم أمراض القلب لا ينصح الخبراء بتناول الزنجبيل لمن يعانون من أمراض القلب حيث إزدارت بعض الحالات سوءا لدى تناول جرعات عالية من الزنجبيل طريق التخزين الزنجبيل يفضل تخزين الزنجبيل الطازج في مكان بارد جاف ومظلم ولا يفضل وضعه في الثلاجة حتى بعد قطعه وللحفاظ على أكبر تأثير يفضل استخدام الزنجبيل في حدود أسبوعين إلى ثلاث أسابيع ويفضل إبعاد كابسولات ومسحوق الزنجبيل عن مصادر الضوء والحرارة طريقة إعداد شاي الزنجبيل يمكن عمل شاي الزنجبيل بالطريقة التالية نقطع 2 إنش من جذور الزنجبيل إلى شرائح ونضيف قوبا من الماء إليها نترك المزيج على نور هدئة لمدة 10 دقائق ونغطى الوعاء للحفاظ على أكبر قدر من المكونات المتطائرة والمفيدة نزيل الشرائح ونصف ما تبقى من الماء ونشربه قبل الوجبة استخدام الزنجبيل للتنحيف الدراسات الطبية المتمحورة حول استخدام الزنجبيل مع القرفة للتنحيف غير كافية لإثبات مدى فعليتها وإمكانية استخدامها لخفض الوزن حيث يعتقد الأطباء أن استخدام القرفة يعمل على خفض مستوى السكر في الدم وأن استعمال الزنجبيل يعمل على خفض مستوى الدهون والشحوم الثلاثية ولكنهم لا يرفعان من معدلات الحرق أو التمثيل الغذائي وبالتالي لا يمكن اعتبارهما من العناصر التي تساهم في حرق الدهون في الجسم استخدام الزنجبيل في علاج بعض الحالات المرضية مركب سر الشباب المكونات 25 جرام زنجبيل 25 جرام لسين الثور 25 جرام فلفل أبيض 25 جرام ينسون 100 جرام لوز 100 جرام بندق 50 جرام فستق 25 جرام جوز هند مبشور ناعما 25 جرام صنوبر 30 جرامات فلفل طريقة التحضير نطحن جميع هذه المكونات ونعجنها في عسل منزوع من الرغوة أي في أثناء الغلي تنتزع رغوته ويعبأ في وعاء زجاجي وتأخذ منه ملعقة صغيرة بعد الإفطار وبعد العشاء مع الحذر من استعمال هذا المركب للشباب العازبين علاج المغص الناتج عن الإسهال المكونات ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون حبة البركة طريقة التحضير نأخذ نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون ونمزجها في قوب مغلي بحبة البركة علاج الوهن وأمراض القلق والتعب المكونات فنجان من الزنجبيل المطحون قليل من الماء الدافئ طريقة التحضير نضع فنجان الزنجبيل مطحون في وعاء من الماء الدافئ ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نضع القدمين حتى منتصف السيق فيه ونسترخي تماما أثناء الجلوس على مقعد من خفض أو سرير لمدة ربع ساعة ثم نغسل الرجلين ثم نجففها مدر للبول المكونات أوقية زنجبيل مطحونة نصف أوقية من الشمر المطحون نصف أوقية من شوشة الذرة طريقة التحضير نضع هذه المكونات على كوب ماء ساخن ونغطيه ثم نتركه لمدة خمس دقائق ثم نصفيه ونحليه ونشرب منه صباحا ومساءا مقول للقلب ومنعش له حيث يشرب الزنجبيل كالشاي أو يمزج مع الحليب ويشرب يوميا على الريق فاتح شهية على الطعام المكونات نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون كوب من الماء طريقة التحضير نمزج نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون في كوب من الماء وذلك قبل الطعام بربع ساعة ونشرب منه ما تيسر ولكن دون وضع السكر عليه علاج عسر الهض المكونات نصف كيلو من العسل خمسون جروم من الزنجبيل خمسة وعشرون جروم نعناع مطحون طريقة التحضير نقوم بصنع مربع الزنجبيل بالنعناع وذلك بطبخ جميع المكونات مع بعضها البعض ونأخذ ملعقة صغيرة منه بعد كل وجبة تقوم بتناولها علاج اليرقون المكونات خمسة وعشرون جروم من بذور جوز الهند خمسة وعشرون جروم من الزنجبيل خمسة وخمسون جروم من نبات المرور وهو مجفف كالنعناع كيلو عسل نحل طريقة التحضير نضحن هذه المكونات جيدا ونكون بعجنها في كيلو عسل نحل حتى تتمازج معا ثم نأخذ ملعقة صغيرة بعد كل وجبة من هذه الخلطة بالإضافة إلى شرب ملعقة صغيرة من زيت الخروع قبل النوم للخمول والوهن نضع القدمين في حمام مائي ساخن مذاب فيه زنجبيل مطحون قدر ملعقة كبيرة مع دهن الجسم بالزيت فوائد الزنجبيل لفروة الرأس يعتبر الزنجبيل علاجا فعالا لمشكلة تساقط الشعر حيث يعمل على تنشيط الدورة الدموية إذ يسرع من عملية وصول الدم الغني بالأغذية اللازمة لفروة الرأس ولذلك ينصح بتدليق فروة الرأس قليلة الشعر بشرائح الزنجبيل ومن فوائد الزنجبيل أنه يعمل على إضفاء الجمال والقوة للشعر ومن الخلطات المفيدة لإطالة شعر الرأس والتي يعتبر الزنجبيل مكونا أساسيا لها حيث تعمل على إنبات شعر قوي وتحميه من التساقط هي خلطة الزنجبيل المطحون مضافا إليه ملعقة كبيرة من زيت السمسم ويمزجان معا ثم تدلق بهم فروة الرأس وتترك هذه الخلطة ليلة كاملة على الشعر وعند الاستيقاظ يقسل الشعر ويتم استعمال هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا وسوف يعود الشعر بعد فترة لنموها الطبيعي فوائد الزنجبيل للبشرة للزنجبيل فائدة كبيرة في تفتيح وتنقية البشرة ومن فوائده أيضا أنه يكون بطبيع وتنظيف البشرة ومن أهم الخلطات الطبيعية المفيدة للبشرة باستعمال الزنجبيل خلطة الزنجبيل المبشور مضاف إليه ملعقة من العسل وملعقة خميرة بيرة ونصف ليمونة وبياض بيضة ومقدور بسيط من الزنجبيل نقوم بتنظيف البشرة وغسلها قبل وضع الخلطة عليها ثم نمزج المكونات السابقة ونضعها لمدة ربع ساعة ثم نغسل الوجه جيدا فوائد الزنجبيل للجنس يعتبر الزنجبيل مفيدا جدا في إثارة وتقوية الشهوة الجنسية لدى الزوجين كما يعتبر الزنجبيل علاجا قويا للمصابين بالضعف والعجز الجنسي ومن فوائد الزنجبيل أنه يؤخر من عملية الكذف لدى الرجال ويعد الزنجبيل مساعدا قويا في عملية الانتصاب عند الرجال ويعد الزنجبيل مهما في التخلص من الروائح الناتجة عن الإفرازات المهبلية لدى النساء وينصح بمزج الزنجبيل المطحون والفلفل الأسود المطحون وطحين الميستيكو أيضا والقرنفل حيث تقلط هذه المكونات مع العسل وتوضع على النار حتى ينضج الخليط ويجب المداومة على أخذ ملعقة صغيرة منه يوميا فوائد الزنجبيل للحامل للزنجبيل فائدة كبيرة في علاج الغثيان للحامل والقيء ومن فوائد الزنجبيل أنه مهم في التخلص من شهوة الوحم حيث يساعد تناول ملعقة صغيرة في اليوم ثلاث مرات من الزنجبيل المطحون على التخلص من الغثيان والقيء حيث ينقع الزنجبيل الأخضر الطازج في خل التفاح لمدة ليلتين ثم يجفف وينأحببت حمصيه وتناول منه كل يوم وقبل نهضك من فراشك في الصباح اشرب الزنجبيل المحل بالعسل ويمكن تناول بسكويت الشاي مع الزنجبيل وانتظر إلى أن يأخذ مفعوله ثم انهضي من فراشك فوائد الزنجبيل الطازج بالإضافة إلى الفوائد الغنية لنابات الزنجبيل السابقة الذكر في الأعلى هناك فوائد أخرى مهمة منها الزيوت الموجودة في الزنجبيل تعمل على تنشيط الدورة الدموية ويعالج الزنجبيل آلام المعدة ويعالج الإسهال الناتج عن البرودة في الجو كما يخلص المصاب بالكحة وتراكم البلغا من هذا الضرر ويقوم الزنجبيل بتطهير الأمعاء والجهاز الهضمي وحمايتهما من التسمم من الأغذية مستحضرات من الزنجبيل يتواجد في الأسواق الزنجبيل المجفف غير المقشر والزنجبيل المقشر وكذلك يتواجد على هيئة مسحوق وقطع مسطحة بالإضافة إلى الزنجبيل الطازج الطري والموجود في بعض المحال التجارية كما يتواجد زيت الزنجبيل وكبسولات وأقراض صيدلانية من الزنجبيل في محلات الأغذية التكميلية وفي الصيدليات أترككم في رعاية الله وأمنه ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر